مرة أخرى تعود ميليشيا الحوث لسيطرة على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف ليست المرة الأولى وربما لن تكون الأخيرة في الحرب ليست الهزيمة أو النصر إلا نتيجة لمعركة انتهت وأخرى ستبدأ لكن أن تأتي الهزيمة بطعنة من الظهر وغدر من الحليف وتسيب من القادة فذلك يعني أن للحرب أهدافا أخرى غير التي يقاتل من أجلها الجنود في الميدان أكثر من شهر ومقاتل الجيش الوطني يستبسلون في مديرية الغيل يقاتلون دون دعم أو إسناد من التحالف أو تصريح حتى من قيادة الشرعية تسقط معاقل الجيش دون موقف يذكر لقادة الجيش الصامتة المتخاذلة العاكفة في الرياض وذلك أمر يطرح العديد من الأسئلة هل هناك اتفاق بين القيادة والتحالف على تسليم الجوف؟ أم أن قيادة الشرعية لم يعد لها شيء من أمر البلاد وتلك أفعال محصور قرارها بيد السعودية التي تسير البلاد كيفما تشاء في كل الحالتين لا يمكن إعفاء الشرعية وقادتها من خذلانهم للبلاد وصول الميليشيا إلى مركز محافظة الجوف لا يمكن إرجاعه لحماسة مقاتلها فالمعلومات أن أوامر صدرت للجيش بالانسحاب وأن القوات السعودية التي كانت تتواجد في المحافظة سحبت آلياتها العسكرية من الحزم وهو ما سهل المهمة أمام المقاتلين الحوثيين وعطفاً على ذلك فالواضح أن ما يجري اليوم في الجوف قد يكون تهيئة لوضع جديد قادم يتم التخطيط له في الرياض وأبو ظبي